وأيضا عن ثورة 30 يونيو وعن جهود منظمات الأقباط خارج مصر تحديدا عن الهيئة القبطية الهولندية وباعتراف الحكومة المصرية في ذلك الوقت بجهود الهيئة القبطية الهولندية ومشاركتها خارج مصر سواء داخل البرلمان الأوروبي أو داخل البرلمان الهولندي نشاهد معا تقريرين لهذه الجهود في ذلك الوقت شاهدين الكرام من الوزارات التي قامت بدور مهم وكبير خلال الفترة الأوينة وزارة الخارجية وزارة السياحة وأيضا الهيئات ومنظمات بعض منظمات المجتمع المدني في تصحيح صورة ما حدث في 30 ستة للعالم والتأكيد عليها أنها ثورة شعبية كبيرة من هذه المؤسسات والهيئات الهيئة القبطية الهولندية كان لها دور كبير وكان لحدث نظامته في الخارج زملنا جورج رشاد تابع هذا الحدث ووفانا بالتقرير التالي نتابع عقد البرلمان الهولندي جلسة استماعا للهيئة القبطية الهولندية لتوضيح حقيقة ما جرى بمصر أثناء وبعد الثلاثين من يونيا قام الأستاذ بهاء رمزي رئيس الهيئة القبطية الهولندية بإعطاء نبذة عن أنشطة الهيئة في هولندا الحقيقة هي هيئة مصرية بتتكلم عن مصر والمشاكل بتحصل في مصر كلها وهي هيئة حقوقية بعد كده ابتدينا نفكر نعمل بعض الأنشطة من الهيئة نحن نعرف المجتمع الهولندي بمصر وكل حاجة خاصة بمصر نعرف المصريين اللي عايشين في هولندا بالأخبار الهولندية كلها والأخبار الحكومة الهولندية عشان يقدر يندقوا في المجتمع وابتدت تطورت الهيئة بتدت تعمل مؤتمرات سنوية بتدت تعمل خدمات اجتماعية في مصر وفي هولندا بتدت لها أنشطة كتيرة يعني قام الأستاذ عصام عبيد المتحدث الإعلامي باسم الهيئة القبطية الهولندية بشرح نقاط عديدة أمام البرلمان الهولندي وأمام الملايين ممن شهادوا الجلسة على شاشات التلفزيون الهولندي مستخدما وسائل الإضاح كالمواد الفيلمية لتوضيح مجرى تصبح للهيئة القبطية الهولندية بتأثير مباشر وقوي سواء داخل البرلمان الهولندي أو داخل البرلمان الأوروبي وأدل حضرتك مسألة على كده أنه بمجرد وقوع مسبحة مسبيره تم عقد اجتماع عاجل في البرلمان الهولندي تم على الفور اتخاذ قرار من قبل الحكومة الهولندية بوقف تصدير الأسلحة وقطع غيار الأسلحة التي تمت في دهس المتظاهرين ولما الحكومة الهولندية أرادت استئناف توريد الأسلحة لمصر تم استشارة الهيئة القبطية الهولندية في هذا الصدد الهيئة بعد استقرار الأمور في مصر وفقت على استئناف تصدير الأسلحة لمصر ما عدا الأسلحة التي تستخدم في قمع المتظاهرين قام الأستاذ عصام عبيد بتوضيح حقيقة ثورة الثلاثين من يونيا وتصحيح ما نقلته بعض القنوات المغرضة وفتح أكاذيبها على مسمع من ملايين الهولنديين كما تمت الإشادة بدور الجيش والشرطة ووقوف الشعب وراءهما مما أدى إلى وجود الأمن والاستقرار بصورة ملحوظة وعدم انزلاق مصر إلى حرب أهلية كما قام بتوضيح الأعمال الإرهابية التي قامت بها جماعة الإخوان وأنصارهم من قتل وتعذيب وحرق للمنشآت العامة والخاصة وأقسام الشرطة والكنائس وفي هذه الجلسة تم الاتفاق على عقد مؤتمر أواء الأكتوبر الحالي للبرلمان الأوروبي ببروكسل يتم فيه الاتفاق على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية من مدينة أمستردام عاصمة المملكة الهولندية جورج رشاد التلفزيون المصري العلاقات المصرية الأوروبية علاقات قديمة وقوية إلا أنه منذ ثورة الثلاثين من يونيا شابه بعض التوترات التي دفعت بالهيئة القبطية الهولندية إلى التواصل مع البرلمان الأوروبي ببلجيكا وعقد جلسة مهمة لدعم مصر سياسيا واقتصاديا وعسكرية أنا شعرت بن بهار شديد جدا جدا من هذا الأداء الراقي لأعضاء الجماعيات القبطية الذين آتوا إلى هنا ليس للمرة الأولى لكن مرة تانية وتالتة وقد تكون المرة السادسة عشان يتحدثوا عن مصر وما يحدث فيها فيه عدد كبير وطبعا كلهم جايب من مختلف بلاد العالم فإذا كانوا كلهم بيجتمعوا أن مصر تواجه الإرهاب وتقف وحدها كي تحاربه وكان فيه نوع من الاندهاش أو من الاستياء أيضا من أعضاء البرلمان الأوروبي في المرات السابقة وحتى الآن لأن كثير منهم نزلوا مصر وشاهدوا حرق الكنائس مثلا وشاهدوا العمليات الرعب اللي موجودة في الشارع المصري والقتل إلى آخره ومع ذلك لم يقتنعوا بعد بأنه من الواجب الوقوف مع مصر اقتصاديا وعسكريا وأيضا فيما يخص رأي العالمي نحن نمثل وفدا رفيعا مستوى من البرلمان الأوروبي أعتقد أن رسالة الرئيسية التي تريد أوروبا ومصر إيصالها للعالم هي أنهما يقفان على جانب واحد لأننا لدينا الآن حرب كبيرة تواجهنا الحرب ضد الإرهاب ويجب أن نتعاون وللأسف في البرلمان الأوروبي يوجد البعض الذي لا يتفهم ذلك ويركز على نقاط أخرى لكن القضية الأهم هي محاربة الإرهاب وقد عرض المشاركون من الجانب المصري وجهة النظر الدعم للقيادة والحكومة والمشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن وضرورة الإفراج عن الخمسة مليارات يورو المجمدة منذ ثورة الثلاثين من يونيا طلبت من أعضاء البرلمان الأوروبي أنهم ينزلوا مصر ونشوفوا ما حصل في مصر بعينهم النقطة الثانية التي تكلمنا فيها هو الخمسة مليار فيه خمسة مليار مجمدة لمساعدة مصر طلبنا أنها لازم صرفها لمصر وبأقصى سرعة لأن مصر محتاجة للدعم الاقتصادي والمادي والعسكري في هذا الوقت نحن نرى أن الحل الوحيد هو محربة الإرهاب والحكومة تحارب الإرهاب الحل الوحيد هو المساواة من جميع أطياف الشعب ونحن نرى الحكومة بتعمل كذا فهمناهم أننا نقفون وراء الحكومة لا نرى أي أغراض إلا أننا نرى أنها فيها المصلحة وإن لو الحكومة في أي وقت من الأوقات حادث أو الحكومة في المستقبل حادث عن الخط الذي نرى كويس وحوى الإنسان نحن نرجع هنا تاني ونقولهم عكس الكلام ده كله نحن ندعو أعضاء البرلمان الأوروبي لزيارة مصر والوقوف على الحقيقة في الشارع المصري لأن الصورة مشوهة من قبل قنوات إخبارية مغرضة قضايا وموضوعات خطيرة تهم الشأن المصري نقشت داخل برلمان الاتحاد الأوروبي من العاصمة البلجيكية بروسل جورج رشاد صباح وقال برلمان الأوروبي جاءت من التلفزيون والإعلام المصري نفسه اعترافا بجهود منظمة أقباط هولندا عن جهودهم مش بس في البرلمان الهولندي لكن أيضا في البرلمان الأوروبي وعن هذه الجهود منذ ذلك الوقت معنا على التليفون الأستاذ أصام عبيد سكرتير الهيئة القبطية الهولندية مساء الخير يا فاند مساء الخير يا سيد هاني أهلا بحضرتك يعني زي ما عرفنا وسمعنا من التقارير التي عرضت منذ دقائق وجاءت من التلفزيون الرسمي المصري عن جهودكم مش بس داخل المملكة الهولندية لكن داخل البرلمان الأوروبي في ذلك الوقت تحب تضيف ايه حقيقة يعني في مناسبة كمان ثورة 30 يونيو وتلاتة يوليو وتغيير نظام الحكم في مصر بعد ثورة شعبية استجاب لها الجيش في مصر بنتذكر هذه الأحداث ونؤكد على أننا في الأول وفي الآخر أننا بندعم مصر في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو العسكرية أو أي مجال يخص الحكومة المصرية والدولة المصرية في أي مجال أول حاجة بنتذكرها في هذا الشأن أننا وضحنا عن طريق الإعلام وعن طريق البرلمانات سواء في هولندا أو في أوروبا أو عن طريق دول تانية كنا عملين تكتل من كل الدول الأوروبية من خلال أيضا الخيارة القبطية الهولندية وتحاد المنظمات القبطية في أوروبا كنا عملين تكتل من داخل الدول وكلنا توجهنا في العمل من الداخل لكل دولة أوروبية في استجاه البرلمان الأوروبي وضحنا الصورة بكل الوسائل أن ما حدث في ثورة 30 يونيو ليس انقلاب بل استجابة لثورة شعبية عارمة قام بالاستجابة لها الجيش المصري وبناء على دعوة أكثر من 35 مليون كانوا في الشارع بطلبوا بإزالة حكم الإخوان وإتاحة الفرصة لإنشاء دولة مدنية خالية من التعصف والتطرف دولة تتجه وتنظر للأمام وتاخذ من الدول الأوروبية العبرة في التقدم والإزدهار استخدمنا في داخل كل الوسائل سواء البرلمانيات في داخل كل دولة وكمان الإعلام حتى الإعلام الأولندي الراديو الأولندي شاركنا فيه وعملنا ندوات كان بيسمحها كل المواطني الهولنديين هنا على تبيل المثال وليس الحصر التلفزيون الأولندي أي حدث بيحصل كنا مهم وكنا بنعقد بشأنه مباشرة اجتماع داخل البرلمان انتقينا أكثر من مرة بوزير الخارجية الأولندي ولدرجة أن كانت بتحصل بنا خلافات ومشدات كانت مجهة نظارهم في بعض الوزراء كانوا يعتقدوا أنه في مصر اللي حصل ده كان انقلاب ولكن حفت بنا مجدات وصححنا الصورة بكل إمكانياتنا وكل ما نستطيع من قوة سواء قانونية أو اتصالات أو تسخير أوتوبيسات تنقل الناخبين مجانا لمقرات الانتخاب سواء في هولندا أو داخل هولندا قمنا بمجهود بصراحة يعني سعداء جدا نعمل كده وسعداء جدا أن الدولة المصرية دلوقتي مستقرة قوية ولكن وبكل أسف يا أستاذ هونهاني وهو الهدف الذي اجهت من أجله الهيئة القبطية الهولندية وهو رفع الظلم عن الأخباط أنا قلت كلام كويس حق الدولة لكن في نفس الوقت بقول أن وضع الأخباط في مصر لا زال سيء يمكن حصل فيه بعض التحسن ولكن هناك العديد من من المواقف والقضايا التي يتعرض لها الأخباط حفظ النشطاء الأخباط رامي كامل وغيره دي حاجات ما كان مش ده اللي كنا مستندئينه بعد ثورة 30 يونيا بعد ثورة 30 يونيا اللي قاموا سندها أكبر سند الأخباط في الداخل والخارج للأسف احنا بنشوف دلوقتي أحداث بتقول احنا إيه اللي عملناها طبعا احنا مش ندمانين إن احنا عملنا حية كويسة بلدنا بس احنا مستندئين رد الجميل من الدولة المصرية للأخباط اللي وقفوا معاهم سواء في الداخل أو في الخارج غيرنا الصورة تماما هنا في أوروبا بخصوص مصر إنه ده مش انقلاب أنا أتذكر أنا أتذكر كلها دلوقتي اقتنعت باللي حصل أنا أتذكر إن الدول الأوروبية الرد الفعل اللي كنا مستندئينه بالدولة يعني لا يتناسب مع حجم التعامل والطريقة اللي تعاملنا بيها مع هذا الملف والدعم اللي أقدمناه للدولة احنا مش بنطلب حاجة زيادة عن اخواتنا المسلمين ولا بنطلب تمييز ولا بنطلب أي حاجة احنا بنطلب فساواه بنطلب تفعيل ملف المواطنة اللي هو سيادة الرئيس عبدالفتاح السيدي بعثنا بيه كذا مرة دلوقتي احنا بنشوف قضاء مسيد ظلم وهسك للعرض للأخباض دون حساب سيدة الكرم الحكم اللي صدر بتبرئة من عراها بالرغم ان الرئيس وعد محجب الجميع مهما كان عددهم بيتم التلاعب بكل الاجهزة الامنية والقضائية وكل حاجة اصبحت في كثير من المجالات اللي ستخص الأخباض مسيتة احنا مش عايزين الوضع ده عايزين الوضع ده يتغير ولو ان البلد فعلا او الدولة المصرية او القيادة المصرية فعلا عايزة البلد تتحسن وتتخدم للأمام اول حاجة لازم تعملها رفع الظلم عن الأخباض وتطبيق مبدأ المواضنة كي ما عملت اوروبا دخول الدين في السياسة بيفسد الدولة ويفشلها سواء كان الدين مسيحي او مسلم او اي دين تاني ففصل الدين عن السياسة ده شيء مهم جدا الغاء المناهج التي تحص على الارهاب والتطرف دي سمعت ان فيه حاجات كتير بتتغير لكن ده لسه مش كافي تفعيل القانون اه ولمحاسبة كل شخص يصدر منه اي خطأ بغض النظر عن دينه او او مبدأه لازم القانون يبساري على جميع ثوافية بدون اي مجاملة ده الاسف الرغم ان احنا سعداء جدا بتقدم الدولة في العسكري والاقتصادي والاصلاحات اللي بتحصل لكن بيوجع في قلبنا لسه موضوع الاخبار انا مش عارف ليه الملف ده مش عايزين يتغير يعني الملف ده من نفس السياسة من اي من عصر السادات لمبارك وللأسف الرئيس عبدالفتاح السياسي دلوقتي بقاله سبع سنين في الحكم الدولة بتتقدم بتتحسن الجيش بيقوى ده كلها حاجات كويسة لكن للأسف موضوع ملف المواطمة لم يحرز على الاهتمام الكافي لتفعيل هذا الملف وإزالة الفوارق ما زال الأخبار محرومين من اعتلاء الوظائف العليا في بعض المجالات ممنوع أي قفط يدخل فيها زي أمن الدولة زي أشياء كتير أخرى وزارات هامة عمرنا ما سمعنا عن وزير قفط تعين ما أعرفش ليه إيه السببب ده بالعكب ده نحن ما فيش حد فينا طلع خاين ولا خام بلده كلنا خدمنا بلدنا بالتاخل وفي الخارج في نفتهم قدينا الخدمة العسكرية بكل أمانة حربنا جندي جنبا إلى جنب مع قواتنا المسلمين ده أي اعتداء على مصر إيه السبب اللي بيخليهم بيكرهوا الأقباط بالطريقة دي وفيه كره باين وفيه كره خفي لما الكره الباين بتلاقيه بين الناس هناك والتطرف اللي بيحصل من بعض المتشددين والمتطرفين اللي بيتعمد ويهانة الأقباط وفيه كره خفي أنت ما بتشوفش قرتي ماسك وزارة مثلا مهمة وإذا حطوا حد وزير يحطوا في وزارة مهمشة ليس لها أي دور فإحنا بنطالب الرئيس عبدالفتاح السيد أولا بالإفراج عن اندشاطاء الأقباط وبطالبه بالنوطة دي وبذكرى ثورة 30 يونيو رامي كامل اللي وقف قدام وقف ققائد ومنظم للثورة الشعبية العارمة اللي قامت بتلاتين ستة وغيرت نظام الحكم في مصر ما ينفعش إنه هو يتحجز بدون محاكمة ما عملش أي شيء غلط إنه هو بيتكلم وبتحدث عن الخطأ ده ده وضع غير صحي تماما لمصر وده بيتي لسمعة مصر بالخارج يعني ما فيش حاجة دلوقتي في الوقت الحالي تستخبى ده ممكن اللي بيحصل في مصر قبل ما تسمعوا القرية اللي جنبها يقول أوروبا كله عرف ملف سد الناغة وإحنا بنأكد لدعمنا لمصر سواء في قرار حرب أو سلم أو مفاوضات ومع الدولة المصرية في هذا المجال بكل شكل ولكن في نفس الوقت مش هنسكت على أي تطاول يخص الأخبار إحنا اللي بنقد نطالب به عدالة ومساواة وتفعيل للقانون بدون محابات أيو حضرتك سمعني يا أستاذ عصام أستاذ عصام حضرتك سمعني طيب يبدو أن حضرتك سمعني يا أستاذ عصام أيو دلوقتي أيو طيب يعني فيه التقارير اللي عرضناها وكان اعتراف من كان اعتراف من الدولة وإعلام الدولة عن الخمسة مليار اللي كانت أوروبا حجزاهم في ذلك الوقت منذ دقائق قليلة الإدارة الأمريكية اليوم أثناء عرض هذا البرنامج الآن الإدارة الأمريكية تلوح بتعليق 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية في حال استمرار تدور حالة حقوق الإنسان في مصر بإيه رأي حضرتك على هذا التطور أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر وطبعا جزء من هذه الانتهاكات بيطال الأقباط أقبت يا سيد هاري أنا ألوم الدولة فقط في حالة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الرارعة ضد أي متطرف أي لكن طبعا فيه انتهاكات لحقوق الإنسان خاصة بالأقباط فيه كمان عشان أبقى صريح معاك برضي إحنا ملاحظين فيه تعتيم إعلامي ممنوع النشطاء الأقباط يتكلموا فيه عدم حرية صحافة في الوقت الحالي فأنا بطلب من مصر إحنا مش عايزين أذر من أمريكا ولا من أي دولة تانية وعايزين لي بقى فيه تعاون بيننا بقى بين كل الدول لو انت مش خايف من حاجة وانت ماشي سليم تيب اللي يتكلم يتكلم هنا في أوروبا أي حد بيتكلم بيتكلم واللي يتكلم حاجة غلط حاسبه لو أن حد نشر حاجة غلط ومعلومات مضللة يتحاسب لكن أنت تأفل عن الحريات خالص ده طبعا شيء مرفوض وبعرض مصر للعقوبات ويمكن ده أمريكا قالت كده لكن لما أمريكا بتقول كده كل الدول الأوروبية بتتبحها هنا أوروبا وليس بصراحة ماشية عمياء وراء أمريكا اللي بتقول تشوفه أمريكا وبتعمله أمريكا كل الدول الأوروبية بتمشي حجوها فإحنا بنطالب بتفعيل ملف المواطنة رفع الظلم صحيح فيه ثقافة وكرهية نتيجة المناهج اللي تم تدريسها التي تحرض على كرهية الآخر لكل من هو غير مسلم بس دي موجودة والدولة عليها دور إن هي تشيله بس في نفس الوقت الدور الثاني إنها تحاسب كل شخص يعتدي على قبطي يعني إحنا شفنا أمثلة كتيرة في الفترة اللي فاتت وإن ما فيش أي حساب والعقاب لأي حد يعتدي على قبطة أو قبطية ويستك حتى عرض قبطة أو قبطية يعني أين القانون في الحالة دي مش هيتم مش هنلوم الدولة هنقول الدولة قامت بواجبها ده فيه ثقافة ومحتاج الثقافة دي وقت عشان تتصلح ده حقيق ده حقيق متشاكر جدا لحضرتك الأستاذ عصام عبيد سكرتير الهيئة القبطية الهولندية طبعا لما الهيئة القبطية الهولندية رأت ما يحدث لها الأقباط في السنوات الماضية وشافت أن هناك تدور في وضع الأقباط في مصر وفي نفس الوقت هناك تعتيم إعلامي من داخل مصر الإعلام القبطي من داخل مصر الأسف بقى بياخد تعليماته من مؤسسات الأمن في مصر وهنا بتكلم عن القنوات القبطية اللي بتبث من داخل مصر والمواقع الإلكترونية والإنترنت وهناك لجان إلكترونية بتوظف لصالح وجهة نظر مؤسسات الأمن فقط وأما عن الإعلاميين الأقباط من داخل مصر للأسف أيضا بيتم تحركهم بأيدي المؤسسات الأمنية منظمة أقباط هولندا يعني هي اللي بتمول وهي اللي بتنتج برنامج صوت من لا صوت له وده اللوجو بتاعهم هنعرضه أمام حضراتكم مرة أخرى وبمساهمات أقباط هولندا هناك هم اللي بينتجوا هذا البرنامج ليتم توصيق كل الحالات من الاعتداءات اللي بيتم ضد أقباط مصر وأيضا لرفع كل هذه الحالات بعد ما يتم تسجيلها بالصوت وبالصورة وبشهادة الشهود وبالمحاضر وبأرقامها وبالمستندات وبالفيديوهات كل دي بتقدم إلى منظمات حقوقية دولية والأمم المتحدة اللي بتاخد هذه الحالات وتنظر فيها ويعني بنقوم بدورنا سواء على المستوى المحلي لحل هذه المشكلات أما إذا لم يتم حلها بيصعد الموقف إلى المنظمات الحقوقية الدولية وهناك جانب آخر هو التوصيق للتاريخ لكي يعلم كل الأحياء في السنوات القادمة خمسين أو مئة سنة أو مئتين سنة من الآن لما يرجعوا إلى الأرشيف وإلى الفقرات وإلى البرامج اللي كانت بتعرض في وقتنا هذا يقدروا يعرفوا حقيقة ما كان يحدث وكيف كان يتم استهداف الأقباط داخل مصر وكيف يتم استهداف وكيف كان يتم استهداف المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط ككل موسيقى 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 موسيقى